اخر صفحة اخر صفحة كانت موجودة عندنا في الهومورك بقول تاني نفس الكلام متكرر مرة واثنين وثلاثة هقول انا الاجابات بسرعة عشان وقتنا لان مش هنلحق اساسا ناخد درس الجديد كمان بديني هنا كلمة تشوب قلنا طبعا تشوب بمعناها تو كات سامسينج داون راجع اجاباتك راجع اجاباتك في نمبر طولة ما قول جراب 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 هنا معناها البيني ستوك قلنا تصاق الفاصولية فقدر اسميه هنا زا ستم او بابين بلانت زا ستم يعني الصاق الخاص به نبات الفول او الفاصولية جايانت قلنا معناها فيري فيري بيج بيرسون الشخص الضخم كيج قلنا كيج يعني بوكس يبقى بوكس ان ويتش ويكيب انامالز عند بيردز مديني كاسل قلنا طبعا ده بسميه لارج بيلدينج مبنى ضخم بلتا لونج طايمة جو اتبنى منذ زمن بعيد او طويل هروح للجزئية الاختياري بيقول هي اس فيري ايه هي هازا لطوف ماني خلي بالنا بقى من الكلام هنا بيقول هي هازا لطوف ماني عنده فلسط طييرة يبقى هو ريتش هو ريتش واخلي بالي هو ايه هي اس ولا هي ايزنت اخلي بالي في جوم الاختياري بالزبط لما اقولك اس ولا ايزنت لانها هتفرق هتفرق طبعا تمام يبقى لما اقول هي اس فيري هقوله طبعا هنا ريتش في نمبر تو بقول شي كيب زيتو لتل بيردز عندها طائرين صغيرين فين هنا طبعا قلنا بتحتفظ بيهم عم بتربيهم in a cage in a cage في القفص نمبر سري مين في دولة ديبل ار فيري بيج بيكون ضخم الحجم طبعا هنا قلنا ده اسمه ات جايانت ات جايانت 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 مس رانيا اسفيري ستة رانيا او الاستاذة رانيا كل الاطفال بيحبوها لانها ستة ايه كاينت طيبة او عطوفة they are very they can't buy مش قادرين يشتروا طبعا مش قادرين يشتروا يبقى دولة بنقول عليهم poor the giant was الجايانت عرفنا من وصفه انه كان ايه terrible 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 three 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 العب وفرحانة. لانها بايت ايه? بايت فري. حرة وطليقة. فري. نمبر ايت فارمرز هازة. فارمرز يعني الفلاحين. عندهم طبعا يا حلوين ايه? بمعنى حقول. حقول. طبعا كيك هكمل بالاي والاي. عندي لايم بالاي والاي. وعندي بين بالاي والاي. وعندي جريب بالاي والاي. ده بالنسبة لي الجزء اللي فات. تعال لكده لجزئية اخر درس عندك في اليونت. عنوانة فيها طبعا بيتكلم عن حاجة اسمها الرايتنج والبروجيكت. اه كده زي ما اقول ده اخر درس في اليونت. هيكون عبارة عن جزئية كتابة. قطعة يعني مكتوبة هنقراها. وهينطلب مني فيها البروجيكت ده اللي احنا منسميه عندنا في المدارس بتاعتنا الاكتيفتي او النشاط. يعني البروجيكت ده هيكون عبارة عن النشاط. اه. النشاط الخاص بالوحدة الاولى. طيب. كلمتك ايه? اللي عندي مجموعة كلمات زي الشجر. كوكونات. المونز. المونز. هاني. بفول مدمس. لنتل سوب. بسبوسة. يوغرط. نقولهم تاني. كوكونات. المونز. هاني. بفول مدمس. لنتل سوب. بسبوسة. يوغرط. شجر. طيب. وبعدين مديني هنا كلمة مهمة عندي اسمها ريسيبي او ريسيبيز. ريسيبي بمعنى وصف الطعام. وصفة. وصفة طريقة الطاهية او طريقة الطبخة. اسمها ريسيبي. ويبقى عند الجامعة اللي هي وصفات الطعام. مديني كمان الادوات اللي هستخدمها في الطاهية او الطبخة. زي السوسبان. السوسبان ده. بيقول لي هنا بمعنى قدرة ويناء. زي احنا منور كده الطاصة. الافن. افن. افن. بمعنى الفرن. اللي هو عندي الخاص بالبتجاز. نايف. وقلنا الكيسة اللي انتي فيها هنا. نايف اللي هي سكينا. كاب بمعنى كوب او فنجان. بعد كده هلقيمي ديني حاجة اسمها verbs of cooking. افعال الطاهية. يعني افعال الطاهية. يعني افعال كلها بنستخدمها في الطاهية او في الطاهية. زي ايه? بديني way out. يعني way out. يزن. بيوزن المقادير اللي انا هستخدمها في الطاهية ده. يبقى اسمها way out. يزن. بيوزن. stuff فعل هنا بمعنى يحشو. بيحشي. بيحشي. ما حشي. بيحشو ولا. عينب بيحشي اي حاجة. يبقى اسمها stuff. والصفة منها باستفض باضافة الايلي. عندي بمعنى يخلط. يخلط. بخلط حاجة على حاجة باسمها mix. pour pour معنى يصب او يسكب. بيدلو. بيكوب. cut بمعنى يقطع. وانها بتساوي shop. boil عندي بمعنى يغلي. يغلي. وعندي bake بمعنى يخبز. اللي هي الحاجة لما حطها فيه الافن في الفرن. يبقى اي بيك. اي بيك. طيب مديني ملحوظة هنا خلي بالي منها اللي هو الاختصارين اللي عندي ده همت. الاختصار الاول اللي هي تي بي اس بي. تي بي اس بي. اختصار لكلمة اسمها table spoon. table spoon. table spoon. لو جينا نترجمها حرفيا. هقول له سبون معلقة. وتيبل ترابيزة. يبقى ترابيزة ومعلقة. معلقة الترابيزة. اللي هي معلقة السفرة. يعني المعلقة الكبيرة اللي احنا بناكل بيها. المعلقة الكبيرة اللي احنا بناكل بيها. ما تجيش تقول لي يا سيس انا ننا وباكل بمعلقة الشاي. ما ينفعش. يبقى عندي table spoon اللي هي المعلقة الكبيرة. طيب. التي اس بي ديت بقت المعلقة الصغيرة اللي هي بنسميها التي سبون. تي سبون. معلقة الايه? معلقة الشاي. او المعلقة الصغيرة. يبقى اسمها تي سبون. بقيت الكلمات اللي عندك الدرس مديني حاجة اسمها سيمولينا. السيمولينا بيقول السميد. السميد ده اللي احنا بنقوله عليه العجينة بتاعة الخبز. زي ما ما بتقولك كده جيب لنا كيز بسبوسة. هات كيز بسبوسة من سوبر ماركس عشان نعمل بسبوسة. اه ده اسمه السيمولينا. يبقى السيمولينا اللي هو السميد او بنسميه هنا الدقيق. ملت بطر ملت بطر ملت بطر اللي هي الزبدة المزابة او السيحة. بيكينج باودر. بيكينج باودر. اللي هي بنسميها بطرة الخبيز او مسحوق الخبيز. مديني كوكتيل جوس. كوكتيل جوس. عصير كوكتيل. كلاس ميت. كلاس ميت. صديق دراسة. زي ما لك في الديسكة او في الفصل ده اسمه كلاس ميت. ميكسشار 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 اللي هو الخليط او المزيج. قلنا ميكس بمعنى يخلط. وهذا قد لها تشرف في الاخر عشان يبقى المزيج او المخلوط كله. سيرب. السيرب. ما ما بتعمل لنا سيرب. ده اللي هو الشراب. او بنسميه العصير. واقدر اقوله عليه شربات. يبقى السيرب اللي هو الشربات يعني. ليمن جوس. اللي هو عصير لمون. او اقدر اقوله عليه الليمونيد. الليمونادة. فروت سالاد. فروت سالاد. اللي يا صلاطة الفواكه. شير. شير. فعلي هنا بمعنى يشارك. سيلر. جاي من كلمة سيل. وانا سيل يبيع. يبقى سيلر بائع. البوستر. البوستر اللي هو الملصق. ملصق. صورة كبيرة كده بعلها عندي. ده اسمها بوستر. ديشز. جامع كلمة ديش. بمعنى طبق او اطباق. واقدر اترجمها ايضا بمعنى وصفات او وجبات. هاجي بعد كده مديني كوك. والماضي منها كوكت. بيك وبيكت. نيد. نيد. توك. توكت. توك. توكت. مك ميد. فايند. فاوند. سينك ساوت. درو درو. تيل تولد. ليرن. ليرنت. باضافة تي. ويبقى فعل شاز. وممكن اجيبه هنا مع المجموعة المنتظمة دايات اللي بتاخد ال اي دي. ويبقى اسمه ليرنت عادي برضو. يعني ليرن. ممكن باضافة ال اي دي صح. او تي صح. اه. يبقى لها فعلين ماضي. ممكن باضافة ال اي دي. او باضافة ال تي. بعد كده بيقول لي. important separation. وبربزيشن. بعض حروف الجر والتركيبات او التعبيرات المهمة في الترسي ده. مديني turn on. يعني يشغل. لما قولك turn on the oven. يعني يشغل الفورن. turn on the light. يعني ولا على النور. تمام? turn on tv. ولا على التليزيون. يعني افتح التليزيون. شغل التليزيون. يبقى turn on يشغل. وعكسها turn off. اللي هي يطفي. for 30 minutes. معناها لمدة 30 دقيقة. اللي هو نصف ساعة يعني. find out. انه يكتشف. take out. معناها يخرج. يخرج. share with. يتشارك معه. او يتقاصم معه. mix ingredients. يعني يصير ingredients. ingredients اللي هي المقادير. او المكونات بتاعت الوصفة. ingredients. المقادير. mix. معناها اخلط او امزج. look pretty. look pretty. شكله جميل. شكله جميل. يبدو جميلا. such as مثلة. او على سبيل المثال. pour into. يسكب في كوب. زي pour water into the cup. فضيلي مياه في الكوب في الكوب او الفنجان. مديني boil for. boil. معناها يغلي. فكوني بقول لك boil this mixture. اغلي الخليط ده. for مثلا 10 minutes. اغليه لمدة عشر دقايق. lots of. هي قلنا بتساوي على lots of. يبقى lots of كسير من. بتساوي على lots of كسير من. طيب. هو احنا عندنا ايه النهاردة? عندنا بسبوسة. عندنا بسبوسة. طيب مطلوب مني ايه? مطلوب مني احفظ الجملة ده هي بالترتيب بتاعها عشان هلاقيها عندي في الترتيب. بتقول انت الجملة what is the recipe for? هلما انفعش اقول what is for? لا. هنا لما اقول what is the recipe for? معناه كده الوصفة ديت لإيه? هي الوصفة ديت لإيه? تمام? what is the recipe for? طبعا اجابتنا هتبقى ال recipe ديت للبسبوسة. recipe الوصفة اللي هنتكلم عنها دلوقتي ديت لعمل البسبوسة. هنا مديني حاجة اسمها ingredients اللي هي المقادير او المكونات اللي هحتاجها عشان اعمل صنية بسبوسة. وهنا مديني طبعا الخطوات اللي انا هعملها. اللي هي ال recipe. الوصفة. الطريقة. طبعا هنا مديني two cups smallina. بيقول لي كوبايتين من المسحول اللي عندي او ديه ده. one cup yogurt. اللي هي عبارة عن كوب زبادي. one third cup sugar. تلت كوباية سكر. half cup melted butter. نصف كوباية زبدة. صحيحة. one teaspoon. one teaspoon. معلقة شاي صغيرة. معلقة صغيرة. baking powder. one cup coconut. عايزين كمان فنجان او كوباية coconut اللي هو جوز الهند. عندي almonds اللي هو اللوز. وعندي كمان syrup اللي هو بنسمي الشرباط. وعندي three fourths او three over four cup water. تلت اربع كوباية مية. وعندي two tablespoon honey. معلقتين كبار من العسل. هاحفز المقادير? لا مش عاوزك تحفز مقادير ولا حاجة. ولكن لما اقول لك اكتب لي عن your favorite recipe. عن وصفتك المفضلة. او الحاجة favorite food بالنسبة لك. اقدر اكتب عن البسبوسة. زي ما هنشوف الجمل دلوقتي. شوية تركيز. وخلي بالك من ترتيبي الجمل. بقول we cook lots of different things. ديات جملة اقدر اكتب ها في اي موضوع بتكلم فيه عن الفود? اه. طب بتقول ايه الجملة? we cook lots of different things. نحن بنطبخ بنعمل اه انواع كتيرة او اشياء كتيرة مختلفة. such as مثل lentil soup. بنعمل lentil soup. شربة عدس. الفول مدمس. الفول. and stuff the vegetables. والخضروات المحشية. اللي هو المحشي. my favorite thing بقى. الحاجة المفضلة بالنسبة لي. to bake. الحاجة المفضلة ان اخبزها. is basbusa. يبقى اسمها ايه في الجملة حلوين عشان جملة دي جملة التبتيب? my favorite thing to bake. my favorite thing to bake. افضل حاجة بقى حب اخبزها. هي ايه? is basbusa. this is how you make it. ودي الطريقة ازاي بنعملها بيها. ودي الطريقة اللي هنعمل بيها البسبوسة. first. في الاول او اولا. you need to turn your oven on. انت محتاج تشغل الفرن بتاعك الاول. يعني بنعمله عملية تحمية تسخين. بنزخن الفرن الاول. ليه? to get it hot. عشان يزخن قبل ما نحط فيه البسبوسة. then weigh out the ingredients. يعني weigh out يا سير. اوزن. اوزن المقادير بتاعتك او المكونات. then you mix بتخلط السيمولينا اللي هو السيميد يعني او الدي ايه. كوكنات وكمان جوز الهند. شجر والسكر. and the melted butter. والزبدة السائحة دي. you should mix these ingredients by hand. جملة امتحان. جملة امتحان. اللي هي ديت اه. لحد by hand. نقولها تاني كده. you should. يا نباغي انا. واخد نشود قبل كده وانا نشود بعدها مزر يا سير. you should mix. يجب انك تخلط او تقلب these ingredients المقادير اللي قلنا عليها دي كلها by hand بايدك. قلبها بايدك. I love doing this. I love doing this. انا بحب اعمل كده. اعمل ايه? اقلبها بايداية. تمام? I love doing this. ومنساش ان بعد love استخدمته ing. زي بعد like ing. I love doing this. بحب اعمل كده. then you add the yogurt. بعد كده بنضيف اليوغرت الزبادي. and pour. وبنصب. بنصب ايه? the mixture. الخليط ده كله. الخليط ده كله. الميكسي ده كله. into a baking dish. يعني baking dish اللي هو طبق الطاهي هنا. او طبق الخبيز اللي احنا نسميها الصينية بتاع البازووسة اللي هنحطها في الأفن في الفورن. you can use a knife. بيقول لي يمكنك استخدام السكينة ليه بقى? to make diamond shapes. diamond? اه. اخدنا diamond في الماس وقلنا diamond هنا معناها الماسة. الماسة. اللي هي عاملة زي المسلس. مسلسين في بعض كده. اواريك شكلها دلوقتي. ال diamond shapes. بنقول طبعا بس طبق نسكين عشان ارسم بيها diamond shapes. اشكال اللي هي بنسميها الماسات. on top. بنعملها فين بقى? on top. اعلى. على وش البازبوسة يعني. on top of the baza baza baza. اعلى البازبوسة. بعد كده بيقول لي put an almond. حطيلي لوزة. هنحط اللوزة فين بقى? on each diamond. في كل رسمة رسمناها. عاملة وغدا شكل ال diamond. هنحط فيها almond. هنحط فيها لوزة. طب وبعدين. it looks really pretty. بتديها شكل جميل. it looks really pretty. بيبدو شكلها جميل جدا. bake. bake معناها ضعها في الفرن بقى. اخبزها. bake زي بازبوسة in the oven for 30 minutes. بعد ما جاهزناها. بنحطها في الفرن لمدة 30 minutes. 30 دقيقة. make the syrup. make the syrup. بيقول لي جاهز بها. جاهز الشرباط. ازاي? اللي put the honey. ضع العسل. water. والمية. and lemon juice. وعصير اللمون. into asus pan. في طاصة. يبقى حط العسل والمية. واللمون. في طاصة. boil the mixture. اخلط هنا. الخليط ده كله. boil. اغليها. for about 10 minutes. لمدة 10 دقايق. بعد كده بيقول لي take it out the oven. يعني خرج البازبوسة. طلع يلا الصينية بقت من الفرن. طلع لي البازبوسة من الفرن. then pour the syrup. بعد كده بنصب بنكوب عليها الشرباط ده. over the بازبوسة. بعد كده cut the baza baza and share it with your family. قطع بقى البازبوسة القطع جميلة كده. وshare it. شاركها. يعني كلها with your family مع الاسرة. عندي طبعا هنا هوت. بقول. في number one. في true false. we need salt. بنحتاج الملح يا حلوين. عشان نعمل بازبوسة. false. 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 غلط. you need to turn your oven on. انت محتاج تشغل ال oven. الفرن. to get it hot. عشان يحمى. عشان يسخن. through. through. طبعا. لازم اسقن الفرن الاول. we mix the ingredients. بنقلب المقادير. وبازبوسة. by a hand. true. ايوة طبعا قلنا قلبها by hand بيديك. قلبها بالايد. تمام? اخر حاجة هنحفظها ونذاكرها في اليونت ده. aposter الملصق ده about mango. يعني ده النشاط اللي عندي ده ال project ده المشروع اللي عندي في اليونت A. عايز نعمل ايه في المشروع ده? وبعمل ايه هنا? لو انا عندك في المدرسة هطلق منك واقولك اعمل لي نشاط. طب اعمل نشاط يا سير. هقولك حبيبي اعمل لي ارسم لي صورة المانجو باي شكل لها. سواء كانت الفروط نفسها الفاكهة او التري بتاعتها او الجوز بتاعها او حتى الكيك اللي معمولة دي المانجو. طب وبعدين اكتب لي كم جملة عنهم بقى ما احنا دلوقتي المهام الادائية بتاعتنا المهام الادائية يعني النشاط بتاعنا هيكون عبارة عن كتابة باراجراف عشان كده بنأكد عن الناس نذاكر البراجرافز كويس ونحفاظها. تمام? لو ما اجي اتكلم عن المانجوز في جمل هقولك مانجوز جروه. المانجوز تاني مو في مصر. تتزارع في مصر. نقدر نعمل منها مشروبات وكمان اطباء او وصفات وزت. نقدر نعمل عصير مانجا لزيز. او عصير كوكتيل جوز او عصير كوكتيل. وكان او ميك يمكننا ايضا عمل. افروض صالة اللي اصلت الفواكه. اندي امانجو كيك. واندي اعمل كمان اه ترطة المانجا. تمام يا مانجا انتو هي? هنذاكر طبعا البراجراف ده. واحل الخاصة بالدرس الاخير. وعندي بعد كده حبيبي بما ان ده اخر درس فيه اليونت. هيبقى عندي ملخص كلمات اليونت. عندي بعدها ازاي بكتب من اول وجديد اهوت. وهنا مدين البراجراف جاهز حضرتك بتقرأ. حابب تحفظه احفظه. تمام? دي اهم البراجرافز اللي شفناها في اليونت الاول. بطريقة. ودي طريقة تانية برضو لنفس البراجرافز. تمام? تمام? يبقى مذاكرتك اخرها. مذاكرتك اخرها البراجرافز. طب واللي امتحان يا سير. اللي حابب يحل امتحانات يحل. مش حابب مش مشكلة. لان كده كده هيبقى معانا ان شاء الله الحصة امتحان على اليونت الاول. اللي احنا خلصناها. تمام? هراجع اليونت كله كويس. وبعد كده بحل اللي هو راي. يا الله باي باي. سير.